طيب تعالوا مع بعض بيقول لي اكتبوا المعادلة الكيميائية التي تمثل زوابان غاس كولوريد الهايدروجين في الماء حسب نظرية برونشتت مع تحديد الحمض والقعدة المرافقة والقعدة والحمض اللي هي المرافقة طيب نشوف كده مع بعض بقى التطبيق بتاعي تعال بقى HCL عندي بدأ يضف المية فاداني ايون الهايدرونيوم زايد مين بقى؟ زايد ايون الكلوريد طيب الفاقد للH هو الحمض والمستقبل للH هو القعدة طيب عندي هنا بقى ده هنا كان HCL ده بدأ عندي يفقد الH يبقى معنى كده ده هقول عليه حمض طيب ده كده هقول عليه قعدة طيب مصر علم ده حاجة حلوة قال لي ان الحمض يفقد الH ويتحول الى قعدة مرافقة والقعدة تستقبل الH وتتحول الى حمض مرافقة يبقى ايزا الحمض هو HCL القعدة هي المية الحمض المرافقة عندي هو يبقى مين عندي؟ الهايدرونيوم طيب والقعدة المرافقة هيكون عندي ايون الكلوريد طيب نشوف كده مع بعض عندي بدأنا مع بعض كده زي ما كنا بنقول الحمض بيعته بروتون وعندي بعد كده القعدة بتاخد بروتون عندي طيب الحمض بيعته بروتون عندي وبيبدأ يتحول الى قعدة عندي مرافقة طيب عندي القعدة بتعمل ايه؟ تستقبل H وتبدأ تتحول الى حمض ايه؟ مرافقة عندي زي كده الشكل اللي احنا كنا بنقول عليه من ايه من شوية طيب نشوف كده مع بعض عندي بيقول لي الحمض المرافق اه حمض المرافق حمض المرافق يعني هيزيد H طب قعدة مرافقة يعني هتقل H طب نشوف كده مع بعض بيقول لي الحمض المرافق ل HSO4A سالب طب انت كده انت عايز حمض المرافق يبقى معنا كده عندي الحمض المرافق بيقول لي بقى ايه جايب لي هنا اربع اختيارات بيقول لي لاحظ في مثل عندي هذه الاسئلة فإنه إذا طلب منك إبقى الحمض المرافق فإن الحمض المرافق بيزيد H طيب أما القاعدة المرافقة فبتقل H زي ما كنا بنقول مع بعض من شوية مع مرعاة أنه مع كل H تزيد شحنة المركب بمقدار كام واحد ومع كل H تنقص يبقى معنا كده تقل الشحنة المركب بمقدار عند كام واحد طيب نشوف كده مع بعض وبالتالي عند تطبيق الملحوظة السابقة على السؤال السابق لكي نستنتج الحمض المرافق لمين عندي لـ HSO4A سالب يبقى معنا كده تزيد H على مين بقى؟ على المركب عندي يبقى معنا كده المركب عندي هيزيد A H وتزيد شحنة المركب بمقدار كام واحد فيصبح المركب عندي H2SO كام فور يبقى أنا كده الطالب الشاطر هيبدأ يفرق ما بين أرهنيوس وبرونيشتر أرهنيوس المادة التي تتاين وتعطي H ده حمض القعدة هي المادة التي تتاين وتعطي OH طيب عندي برونيشتر عندي الحمض هو المادة المانحة للـ H والقعدة هي المادة المستقبلة للـ H الحمض يفقد الـ H ويتحول لقعدة مرافقة القعدة تستقبل الـ H وتتحول لحمض مرافقة طيب نشوف كده مع بعض عندي القعدة المرافقة آه قعدة مرافقة طيب نشوف كده يبقى معنا كده أن المركب بتاعك هيئلة عندك H طيب نشوف كده مع بعض عندي نشوف أول حاجة يعني هستبعد الاختيار رقم A وعند الاختيار رقم B طيب نشوف كده مع بعض عندي القعدة المرافقة بتقل إيه H وشحنة المركب تقل بمقدار كام 1 وبالتالي القعدة المرافقة لHCO3 عندي هتكون عندي هي مين هي الكربونات يعني معنى كده الاختيار عندي هيكون الاختيار رقم كام رقم D يبقى كده زي ما شوفنا كده مع بعض عندي إزاي بنقدر نفرق ما بين عند الحمضة عند برونيشتد والحمضة عند مين عندي أرهنيوس والفرق ما بين تعريف الحمضة عند أرهنيوس والفرق ما بين تعريف الحمضة عند برونيشتد وتعريف القعدة عند أرهنيوس وتعريف القعدة عند برونيشتد